ونروح لخبر الحقيقة أسعد كل الأهلوية النهاردة طبعاً لعلانة عن تاني رعاة النادي الأهلي للموسم الحالي المؤتمر اللي جمع بين الأهلي وبنك أبو ظبي الأول فب مصر زي ما حضراتكم شايفين شراكة جديدة وخطوة كبيرة الحقيقة وعملاقة بين برندين وكيانين واسمين هما الأكبر سواء كنا بنتكلم على القطاع الرياضي الأهلي زعيم وعملاق الرياضة في مصر وفي الشرق الأوسط وبنك أبو ظبي الأول مصر واحد من أكبر البنوك واحد من أكبر أربع بنوك على مستوى مصر هنا واحد من أكبر البنوك طبعاً على مستوى الشرق الأوسط شراكة جديدة بالتأكيد هيكون ترجمتها على أرض الواقع منافع مشتركة وفوايد مشتركة للطرفين خطوة جديدة ونجاح جديد بدارة النادي الأهلي بالتعاقد مع بنك أبو ظبي الأول كأحد الرعاية الأساسيين للأهلي في المواسم اللي جاية قبل المؤتمر ما يبدأ وقبل ما الفعاليات ونسمع كلمة كابتن محمود الخطيب ونسمع كلمة السيد محمد فايز رئيس تنفيذي لبنك أبو ظبي مصر أنا الحقيقة كان ليا شرف أن أنا قبلت قيادات بنك أبو ظبي وعادنا يمكن قبل حتى المؤتمر ما يبدأ في حوالي ساعة كنا بنتكلم الحقيقة على الشراكة الناس الحقيقة الفكرة زي ما قلت لكم برضو وزي ما حصل في التوقيع مع اتصالات مصر الفكرة مش فكرة دعاية وإعلان مش فكرة سبونسور بيدفع فلوس عشان يتحط البراند بتاعه على تي شيرت النادي الأهلي أو في ملعب النادي الأهلي لكنها شراكة الناس الحقيقة كانت في منتهى السعادة وهي شايفة اسم فاب مصر بيقترن باسم عملاق رياضة في مصر وفي أفريقيا بالنادي الأهلي وده يمكن كان واضح بشكل كبير جدا في الكلمة اللي ألقاها كابتن محمود الخطيب والكلمة اللي ألقاها سيد محمد فايز الرئيس تنفيذي العضو المنتدى بلبنك فاب مصر فيه أن الشراكة دي تتعدى بكتير جدا فكرة الدعاية والإعلان فكرة الدعم المالي لنادي الأهلي لكنهم شايفين شراكة هتقدر تاخد الإسمين لمكان أعلى ومرتبة أعلى بإذن الله في الأيام اللي جاية خطوة تانية عملاقة وليست الأخيرة وبالتأكيد في انتظار مزيد من الارتباطات بالنسبة لإسم النادي الأهلي مع الكائنات العملاقة وده طبيعي لأنه الأهلي نادي وكيان عملاق وبالتالي حينما يبحث عن شراكة حينما يبحث عن رعاية لابد أنها تكون مع كائنات كبيرة وكائنات عملاقة طبعا في مجالها